موسيقى موسيقى ايه رأيك الان انا شايفة ان دايما مفتاح السعادة هو الرضا بس علشان انا اوصل لكلمة الرضا دي او احسها او ابقى فهمة معناها ايه لازم اكون انا بعمل ايه عارفة لما تربي نفسك تهزبي النفس تبقي عارفة ان كل حاجة انت على يقين ان الحاجة دي موجودة النهاردة ممكن ما تبقاش موجودة بكرا فتعملي ايه تقولي الحمد لله بعد ما تقولي الحمد لله تبتدي بقى تستمتعي بيها هتقولي طب الحمد لله انها موجودة فبدا من الحمد لله انها موجودة بقى استمتع بيها هستمتع بالفستان الحلوة هستمتع بالاكلة ايا كانت هي ايه لان ممكن في يوم الايام ما يبقاش معايا فلوس اجيب الاكلة دي صح فعلى فكرة المية اللي بنفتح الحنفية صارت في الشتاء وتنزل سوخنا مصدر سعادة مصدر سعادة لازم بقى سعيدة وهي نازل عادي من الحنفية في ناس ما عندهاش ده فده مصدر سعادة فعلا ده حقيق هو الردة زي ما انت قلته لو انسان راضي بحياته وراضي بحاله هيكون سعيد من جوة استعدى بتيجي داخلية وبعدين فيه مثلا يقول من جاور استعيد يسعد احنا لازم نحن نكون محوطين بناس متفقلة حب الحياة يحسسوك ان انت كده مبسوطة تشوفيهم بالضبط كده يعني الناس بمتشأمة ده انت عارف ان فعلا كلام ده حقيقي يعني بحقيقي انا عندي واحدة صديقة من اي ما تطلبيها في اي وقت مبتسم لا تشتكي اه عارف المرأة الشكاية اللي هو على طول انا مش راضي عن كذا وانا مش مخصصة بكذا وانا مش عارفة بنتي ايه وانا ابني ايه على طول الخط بتشتكي فيه اعتقاد اللي هو انا ما بقيتش فاهمة ما بقيتش فاهمة هي بتعمل كده عشان تخزي العين ايوه هو في مسل كده ولا هي فعلا معطاية على كل شيء وغير راضية دايما وده ودي ده عدم رضا من ربنا انها على طول مش حاسة بقيمة اللي معاها وعلى طول شايفة بس الجنب اللي حواليها او تبست على الجنب لا يعني فيه ناس تشتكي حسبت عندهم مبدأ او مثل تقولك الشك ورقوة فانا سألت واحدة هي قالت لي على فكرة الشك ورقوة فقلت لي يعني ايه الشك ورقوة اين يعني ما تعود تشتكي 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 كانك بتقل نفسك بالعين فالناس ما تبص الكيش على اللي موجودة عندك طب انا كده مش هحس بالمستعادة انا لما ععد طول الوقت اقول كده هشحن نفسي طاقة سلبية طول الوقت حتى انتي لو جالك تليفون ولقيت واحدة بتكلمك وبتقولك اوه وكذا وكذا انتي اوتوماتيك بتحصلك بتحصلك انتي متضايقة بتتقفلتي بقى بتتقفلتي شحنتك طاقة سلبية وفيه ناس اول ما تشوفيها تحسين بقى تقولك ازايك وعمل ايه وبتبقى شايلة هموم الدنيا بس انتي مالك يعني انا مش مضطرة شايلك حاجة بالزبط بس هل دا بيحصل كمان بين الصحاب القريبين يعني معلش يعني لما بكلمك يا راني مهمومة ومتنكدة وقرفنة فعايزة احكي لصحبتي لانتي لا فيه صحاب بقى بيفراجوا بعض من المدعل والحزن اللي هم فيه لانك ساعات بتقولي لصحبتك القريبة علشان هي انتي عارفة ان هي هتسحب منك الطاقة دي هتديكي بوش زي ما بيقولو او دفع للامام كده ولا يهمك ايه يعني فهم عظي تهون عليك زي ما بيقولو استعادة برضو في العطاء يعني ان الانسان يدي تحسي من جوه ان هو فعلا سعيد وبحب قوي التسامح الانسان المتسامح والمتصالح مع نفسه بيشحن نفسه طاقة ايجابية ليه وللي حواليه وبتظهر عليه كمان يعني دايما خليك متسامح الدنيا مش مستهلة الواحد يفضل قاعد مهموم ومخنوق ويشيل ضغينة من ده ويشيل ضغينة من ده لأ التسامح شيء حلو جدا كب ايه رأيكم في الناس اللي دايما مش بتعتمد على نفسها في انها تساعد روحها اللي دايما شايفة مصدر ساعدتها هو حد تاني طرف تاني هو المفروض يكون مصدر يعني فيه زوجة مثلا بتبقى دايما مستنية ان جزها يبقى مثلا مبسوط منها عشان هي تبقى سعيدة ويعبر لها عندها غير كده هي مش مبسوطة ده خراف اه طب ما هي ده خراف ده حد يلاحظ له خراف في دماغه ما هي خراف يعني اه لان انا مفروض زي ما فيه اخد وقدي يعني مش ان هو ان انا اجد ساعاتي في ان انا ادي الاخرين ده منتهى يعني برضو لازم راحب برضو يفكر في نفسه شوية لكن لما افضل قدي 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 اللي قدامي تحول الى بني ادم اناني وهيفضل ياخد 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 ولو جيتي في يوم كنت تعبانة هيقولك انا مش سعيد معك انا بطلت بقى سعيد معك واللي بتعود انه ياخد دايما هيتعود على كده المفروض يعني بلاش نبص للمثالية يعني دايما نبص للقدام مش لازم ان هو المثالي اللي مش هيضحبي اللي مش هيزعلني اللي مش عارفة الانهي جي وقته هيغزلني وفي نفس الوقت بلاش نعود نحكم مع الناس نقول ده سعيد ده خلان ده على طول سعيد مفيش حد على طول سعيد الحياة على كده بمناسبة انه مفيش حد على طول سعيد ومفيش حد على طول مش عارفة ايه يعني فيه موضوع كنا عايزين نتكلم فيه في بداية الحلقة بس كنا مستانين مكالمة تليفونية من نقد رياضي هشام ابو حديد وبنتكلم عن حاجة خبر يمكن احزن كل المصريين عشان صاحب الخبر ده هو مصدر سعادة لكل المصريين انا اول ما عرفت اتخضيت كان حد من عيلتي محمد صلاح جاله كرونا خبر خدني الف سلامة على الغالي الف سلامة على الغالي المهزب المحترم صاحب الاخلاق لكل الناس اللي ما بيتغيرش اللي سافر في الخارج وبقى نجم النجوم وكل حاجة ولسه اخلاقه زي ما هي هو الاسف انه هو جاه ويعني هنعرف قصة من استاذ شاشام ازاي حضرتك ازاي حضرتك فاندي ومتلخشار على رحمة عايزين نعرف ايه قصة بالزبط ايه اللي حصل لمحمد صلاح حبيبنا وحبيب الكل اللي حصل الموضوع اللي بدأ اتحاد الكرة في نشر بيان طبعا رسمي والجهز الفني اخبر واجه جميع واسر الاعلام باصابة محمد صلاح او ايجابية العينة محمد صلاح بفيروس كورونا اه مفيش كم دية كده خامس زي وتم ازالة البيان الرسمي حاليا في حالة من اركبات تسود المعصر في جهة تقول محمد صلاح تعرض او ايجابية للمجحة بتاعة محمد صلاح وفي اه جهة تانية تقول لا لسه مش اكيد لحد اللحظة اللي بكلمت فيها حاليا انه في اه مسحة اه حسب البيان الرسمي لاتحاد الكورا بتجرى لثلاث لعيبة لم يتم تحديد هويتهم اه غالبا منهم محمد صلاح اه بيجرولوا اعادة المسحة تم ازالة اه تم ازالة البيان اللي اخبروا فيه ان محمد صلاح تعرض بالكورونا هو البيان الاول ده صدر من مين يا فن؟ من اتحاد الكورا الصفحة من اتحاد الكورا اه والجهاز الفني قبلغنا رسميا اه فقلنا اكيد خبر مؤكد يعني خبر زي ده مش اه بالضبط يعني هو جاء من جهة رسمية جاءنا البيان اه اه الغريب انه ما اكملش خمس دقائق بالضبط او سبع دقائق اه تم ازالة البيان الرسمي واستبداله باعادة الاختبار لثلاث لعيبة طبعا مش محدد من الثلاث لعيبة اللي هيعيد اختبار او مسحة طبية جيدة ليهم غالبا منهم محمد صلاح ده بيؤكد انه لم يتأكد اصابة محمد صلاح من عدمه بالفيروس كورونا سمنى طبعا كل السلام اللي هي طبعا هما بيقولون انه ما فيش اي اعراض كمان عليه الزبط يعني هو قال لك ما فيش اي اعراض وغالبا هي الفيروس حاليا معظم اللي بيتصاب منه حاليا ما بتبقاش عليهم اعراض واضحة زي المجلقه ده خلينا بنتكلم على الجنب الفني طبعا لحد اللحظة ده الجهاز الفني في حسام البدري نستني نتائج المسحة اللي بتتعامل لثلاث لعيبة لالان الرسمي بنتائج المسحة لجميع اللاعبين منهم التلاتة تحديدا اللي منهم اكيد محمد صلاح واعلان موقفه رسميا يعني هو بعد ما اكده انه مصاب رجعوا زالوا البيان لحد دلوقتي مش عارفين او مش عارفين المعلومة الاخديدة مصاب ولا بسي يعني هو عنده اي اعراض هل هو حسب اي تعب ليه الناس قالت كده هل هو كان مخالط لحد ولا كان في صحبة ناس كتير فهو الق على نفسه لا هو اللي كان مخالط هو كان مخالط المئات الناس بعد ما وصولوا من انجلترا طبعا كان اخوه بيتجوز في قاعة مقفولة طبعا مئات المعزيم ومئات الجماهير ومئات اللي قاعدين في القاعة كلهم صور وصلامات وتحيات اكيد اختلط بحالات كتيرة في الفرح الشائية المشكلة مش كده المشكلة انه جه انضم بعد الفرح للمعافة المنتخب اكيد احتكل بالجهاز الفني وباللعبة وباليدرين وبالعمال والجميع اللي عاملين في الفندق في المطعم هي القصة في كده لحد دلوقتي طبعا نحن عاطين المطش بكرة الساعة تفع نستنين بيان رسمي من اتحاد القرى ومن الجهاز الفني بتحديد موقف اللعب او تحديد الثلاثة موطوفهم هي بعد اجراء المسحة الطبية ليه مع انه هو كان لابس كمامة في الفرح لا كان بينزلها شوية على بق ويضع على منشير كلنا لما نرتاح للي قدامنا ننزل الكمامة انا في وسط اهلي يعني ما فيش حاجة ننزل الكمامة بالضغط مع انه كانت الزحمة طبعا وما كان مقفول اكيد يعني لو فيه اي حد متعرض اكيد هييني للعدو الاكثر من واحد الزحمة اكيد ربنا يسلمه يا رب ويطلع كل حاجة تمام وان شاء الله ما يطلعش عنده حاجة باذن الله لان فعلا مش هو بس هو فيه ناس تني ممكن يكونوا اديروا بس ان شاء الله مش هيطلع فيه حاجة باذن اللي ربنا هو الحامي وحيحميه اكيد الف شك استاذ الشام ابو حديد الناقد الرياضي اهلا محادثة معنا شو فيه في الثانية ممكن تبقى سعيدة وفي ثانية ممكن تبقى حزينة من الخبر كده يعني عايزة اسأل سؤال كمان السعادة هل ممكن بني آدم تركبته الشخصية هو بني آدم سعيد ومتفائل كده ومولوغ كده سعيد في جيناته والعكس صحيح هل ممكن يبقى فيه بني آدم اتم زي ما بيقوله كائب والله تبصلي الجريك فيه ناس ممكن في الطفولة تعرض لحاجة خليته او الطريقة اللي هو الناشرة عليها اه ممكن بجد طب اكيد يعني فيه مواقف تركيبة شخصية يعني عارف زي ما بتقولي حاجة في الجينات زي ما بيطلع واحد هي تركيبة شخصية برضو يا ما اه انا بقى يدك في الرأي ده فيه شخصية دي بتتكون ولا شخصية دي هو بيتولد بيها ما هو فيه حاجات في الجينات وفيه حاجات فيه جينات لكن الشخصية نفسها اكيد بتتكون اه بس يعني قصدي فيه شخصية بتطلع كده لان الجينات بتاعته كده فهموا قصدي والنيكا دي دي صفة يعني صفة في البناء آدم يعني تلاقي مثلا مثلا ابوه نيكا دي فهم ازاي فيطلع هوني شخصية كئيبة وكشر كده وبتعفى ببصت ايه هو طلع عنده يبقى نشأة يبقى لما مثلا تسحي من انه ومتلاقي البيت الشبابيك دايما مقفلة ومضلمة وستير دايما ما بتبقاش وستير سودة او جري واتلاقي بلاش انت والنبي وستير السودة بلاش انت عشان الهان بس فهتلاقي كده او مثلا حد مر بظروف ان هو طلع الدنيا لقى مفيش بابا او مفيش ماما اتولد والده او والبيته اتولدته ان هو يكون كده ايه اللي ممكن يخليكي سعيدة يا سارة اه هقول لك يا مهن بصي الواحد يكون راضي بحاله السيناريو اللي ربنا كتبوا لكل إنسان ده احلى حاجة ليك مهما حصل بقى من تغيرات في الحياة من ضربات اكيد مفيش حد سعيد طول الوقت بس ان انا اصحى منهم راضية بحالي اقول ده احلى حاجة الحمد لله الحمد لله ده احلى حاجة ربنا كاتبها لي طب ايه اكتر حاجة ممكن متخليكيش سعيدة اكتر حاجة متخلنيش سعيدة ايوا ان انا يعني رعي انك حد تحزبي على طول كلمة مامتي اقرب حد ليا يعني انا ممكن معلقة ساعدتي شوية في مامتي يعني لو مامتي غابت عني شوية احس ان الحياة كئيبة او الدنيا مش مش حلوة ربنا يطولي في عمره اكيد بتفرج عليها ربنا حلياني طبعا يا رب يا رب بس فدايما انسان يكون راضي بحاله ويقول الحمد لله ده احلى حاجة الرضا انتي ايه اكتر حاجة بتسعيد غير الكلمة انا سعيدة على طول انا بالزيد انا سعيدة على طول الخط بتسعينيش ليه انت عارفة يا مها برضو الخوف الخوف بيضيع السعادة يعني مثلا انا ممكن اخاف اقول ايه انا مش مرتاحة مع خطيبي وعايزة سيب خطيبي بس انا خايفة لو سبته ما لاقش حد تاني يبصيلي او انا مش مرتاحة في الشغل مديري بيتطهدني على طول اخافة سيب الشغل ما لاقش شغل تاني فمعرفش اكل واشرب الخوف دايما في الحياة بيضيع علينا لحظات السعادة وبيضيع علينا فرص كتير بس ف ده حقيقي صح نستغل الحاجات اللي تسعيد طيب احنا هنتكلم اكتر عن السعادة مع انجي الدهشان لايف كوتش جميلة جدا وحتقول لنا على تيبس مهمة جدا 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 وحاجات تخلينا سهل ان احنا نروح للسعادة او يعني هتسهل لنا الطريق شوية ان احنا نروح للسعادة فاصل ونرجع لكم مرة فرد رجعنا تاني لسا مكملين في الفقرة دي هنتكلم عن ازاي انا اقدر اتعامل مع نفسي يعني اي اقدر اتعامل مع نفسي طبعا حياتنا كلها بتمر بضغوط من ساعة ما بنسخ الصبح في حيات ما بننام بالليل بيحصل مشاكل بيجي لك تليفون بتبقي عندك مشكلة مادية مشكلة في البيت مشكلة صحية وبتسمعي اخبار مش لطيفة كتير مننا ما بيقدروش يتعاملوا مع نفسهم يعني اتعامل مع نفسي يعني اقدر اعود اتكلم نفسي واقول انا طبعا انا اعمل ايه في الموضوع ده انا اتصرف ازاي وبنبقى ساعات كتير بنحتاج ان انا بكلم مثلا مع مها علشان مها صاحبتي فانا اقدر ان انا يعني تساعدني وبقى في حاجة جديدة بتساعدنا في حياتنا اسمها لايف كوتش النهاردة معانا انجي دهشان لايف كوتش زيك الجوجو اهلا زيك طبعا يعني حدسوا لحرك جوجو صاحبتي انا ومها واحنا الاثنين يعني من حق لسا ببصيرها جوجو مين جوجو مين جوجو حبيبتنا انجي انا عايزاكي طبعا يعني انتي نهاردة هتقولي حاجات كتير جدا للناس ان هي تقدر ازاي تتعامل مع نفسها بس هل فعلا ان الانسان يقدر هو يسعد نفسه بنفسه طبعا قرار قرار اخد قرار بلنبقى سعيد او انسى السعيد باقي اخد قرار يوم ما اخد القرار انا ابقى سعيدة سعيدها دماغي هيقولي ازاي تبقى سعيدة لكن لما سيب نفسي من غير قرار اي حاجة هتخبط فيه يعني انا عاصفة من النوم كده اقول انا قررت ابقى سعيدة النهاردة هما بتفرجوا علينا احنا قررنا ان نبقى سعيدة معاكم اي حاد يتفرج علينا دلوقتي يقول انا كمان هبقى سعيد ليه ما بقاش سعيد ليه ما دورش على السعادة فينا عيب السعادة بتبقى قدامنا وحوالينا واحنا مش لقينا وانا عدونا مش سعيد انا مش مبسوطة انا على طول بيتنكد علي انا 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 لكن السعادة حوالينا في الاشياء اللي حوالينا النهاردة هنكتشف مع بعض ازاي اقدر نلاقي السعادة في الحاجات البسيطة اللي حوالي يعني مسألة اننا اصحى من النوم الصبح مقرر ايه او ايه لنفسي ده هيعتمد عليه اليوم كله وبالتالي ساعات اليوم كله او تعاست اليوم كله اللي هو انا نازلة مثلا مثلا رايحة مشوار مش قادرة نزله مش حابة الناس اللي حشوفهم مش عارف ايه حاجات كده فده بيفضل مكمل معاكي بقيت اليوم هتفضلي يعني تنامي وتقومي في النكد انت بيكتراكت النكد اه فعلا يعني اللي بتقولين نفسك هو اللي بتكملي بالزبط كده من الليل بقى مش مصورة ازاي اب انا مثلا متنكده وانا رايحة مثلا عزومة مش عايزة روحها او مكايم مش عايزة روحه وفعلا انا متضايقة اقنع نفسي ازاي واقول لا 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 عايدي حيعدي ويوم حيعدي ومش عارف ايه ازاي اقدر اقنع نفسي بكده بزي هي بتتعمل تدريجيا اول حاجة خلاص انا معزومة ولازم اروح مش هنكد على نفسي وانا رايحة بس اعرف وانا ايه لي بيضايق انا بيضايقني الاشخاص ولا بيضايقني الاكل ولا بيضايقني ان انا بلبس انا ايه لي بيضايقني يعني يا انجي انتي طالبة ان انا قبل ما انزل امسك ورا وقلم كده واقول لا 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 مش للدرجاتي بس مثلا سي انا بتضايق في الشغل خلينا اقول مثلا انا كل يوم السبح بتضايق انا راحة الشغل اه انا عارف انا بتضايق ليه هل انا بتضايق دلودة علي انا بصحة بدري ولا انا بتضايق عشان زميلي مش مبسوطة معاهم ولا انا بتضايق من مديري ولا انا بتضايق من الشغل نفسي فين البوينت هحطي ايدي بس على اول حاجة وابتدي امسك بقى سنة سنة الحاجة التانية والتالتة لغاية لمعضة انا متضايق من مديري طب انا متضايق من مديري ليه طب انا من زميلي مش عبا اتفاهم مع زميلي او اتعامل معاهم ولا متضايق من المشوار الطويل انا متضايق من ايه لكن لما اخدها كلها هتفضل سودا لكن لما بتدي افسفس حاجة حاجة وابتدي اقول انا قرار هو قرار يا رانيا انا قرارت ان انا هعيش سعيدة هعيش سعيدة مع جوزي هعيش سعيدة مع ولادي هعيش سعيدة في شغلي هعيش سعيدة مع نفسي بصرف النظر عن الضغوط اللي انت بتتعرضي صرف النظر على اي حاجة ده قرار يعني اعرف انا بحب اشرب اهوة تركي ولا نسكة فيه ولا شاي بلبل ايه اللي بيمتعني القهوة التركي هنقول مثلا يبقى انا عرفت ان القهوة التركي بيمتعني أول لما تدي تنجل القهوة لو سمحت أدور على مصدر السعادة بالضبط وأشربه وأنا مستمتع بي برافو عليك طب أنا عايز أعرف البوكس البوكس اللي جنبك ده بوسي البوكس اللي جنبي ده أنا خدته من أجدادنا ما لي تلاقي كده في التمثيلات القديمة أو الأفلام عندهم بوكس البوكس ده لو عملتيه وحطتي فيه كل حاجة بتساعدك بس ما تحطيش فيه أي حاجة بتقلنك يعني نفتح مثلا هنجيب دول هنحط فيهم الحاجات المامري بتاعتي الأيام بالحاجات وأنا متضايقة هقره هبقى مبسوط أنا عملت عمرة مع ناس بحبها جدا والسبحة تكسرت اللي هم مين؟ اللي هم أنتو اللي هم مين يقردون اللي هم أنتو السبحة تكسرت حطتها في علبة بحيث أن أنا لما فتكر الأيام بتاعة العمرة واضعي أن أنا ربنا يرزقني بعمرة جديدة حاجات صغيرة الكورونا هتمشي أي نعم نطولها معنا بس هتمشي حطيت ماسكة عشان بكرة مع أحفادي مع أولادي يقول لهم كان فيه كورونا وكنا بنستعمل ده حاجات صغيرة جدا بس لما تتعليها تساعدك علبة صغيرة هحط فيها الكوينت اللي ما سفرت في بلاد هفتح وافتكر كل السفرينة روحت فين وإيه اللي حصل تخيالي بقى تعودي قد إيه في العلبة دي في الباكس يعني كارت حد جابهولك قد إيه حلو قد إيه ألوانه جميلة قد إيه فكرك بأن إمتعادتي بحاجة والناس جملتك فيها حاجات بقى كل واحد يحط اللي هو عايز يحطه كل واحد علبة عشان لو أنا حبيت أحط فيها أي حاجة ولادي جابولي تعمج لعيد الأم صاري لله أحط وافتكر ولادي حتى لو أنا بقيت جدا كل بقى حاجة أنت عايزة تعمليها تحطيها الباكس صغير كبري وعيشي بقى تخيالي أنت اللي هو أنت بتستدعي السعادة بالضبط مقررة أن أنا حفكر نفسي بالحاجات الحلوة مش حركز على الوحش خالص أنا حركز على الحل على الحلو ولو في عشر حاجات وحشين بس فيه تلاتة حلوين وبيساعدوني أنا حاعد أفكر في دول وبالتالي أنت بتستدعي ده فبتبتدي تحسي بقدر من السعادة حتى لو صغير يوم ورا يوم ده هيكبر مش كأي الباكس ده مقفول وفي حاجتك أنت وانت يا رانيا السعادة بتاع ومحطوط كده مجالب حبصله وكده من بقية حبقى مبسوط عشان عارفة أن يفيه الحاجات اللي بس 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 معنى كده أن أنا أي حاجة بتقلمني لازم أتخلص منها تماما وبعمل كده إزاي برضو يعني ما بخليش أي حاجة في البيت بتفكرني بيها ولا أنا بحط في دماغي أن أنا حطاها في باكس ما يبقاش قدامك ما خبيه في حتة أنت ما تفتكرهاش مش في جلابك تفتح تلاقيه محطوط تحت حاجة وحطي فيه كل حاجة بتقلينك اكتبي نفس الجواب وطلعي كل اللي جواك وعياتي وطلعي كله برحتك خالص وقفلي قطي في ظرف وقفلي الظرف قطي في باكس وخبي الباكس فعلا يعني ده فعلا حاجة بي بتاع حاجات أنت عارفة أنا عاشقة للكلاب وكلبتي ماتت من حوالي أسبوعين أنا كمان بحب الكلاب أب أنا كنت بترعش وبعايت وحضناها ومش عايزة سيبها وخلاص هي ماتت بس أنا مش عايزة سيبها ولادي حوالي عمليني يقولي مامي كلنا هنموت مامي ما ينفعش تعملي كده ما ينفعش تعملي في نفسك كده أنا هارفة مقتنعة يعني الصوات اللي جايالي من بره دي أنا سماعيها ومقتنعة بيهم بس قلت لكم عارفة هي الجملة واحدة هي اللي جات على الثاني وفضلت تتكرر اللي هو سيبوني أحزن للآخر سيبوني أحس إن أنا عيشت الحزن ده وبعدين حفوق منه إنما ما تقطعوش علي زي ما بتقطعي لحظة السعادة بتقطعي لحظة الحزن عايشيها وعياتي وتوجعي وتقلمي سيبوني أعيش كده يوم يومين وبعدين بعد كده حفوق إنما ما حدش يقول لي إن أنا دلوقتي خلاص كلنا حنموت يلا كلبه وراح مش قد بعملها فهل ده صح إن الإنسان يعيش كل حالة لغاية أبقى خلاص هديت هديت نفسي وخلاص وابتدي مرحلة جديدة ولا أقاوم من الأول صح بس تاخدي بالك لأن في ناس ممكن تخش وتعافش تقلم تاخدي بالك تعيش حزنك زي ما أنت عايز عشانه هو ماشي ما يعوركيش وتعرفي إزاي بدراية ومحد يساعدك إزاي تتخلصي من الحز الناس المتخصصة وماشاء الله دلوقتي بقت كتير جيد التلفازين بيتكلم ويجيب ناس متخصصة في برامج في على الإنترنت في كتب أعرفي تخلصي إزاي من حزنك وعيشي زي ما أنت عايز بالوقت اللي أنت عايزاه ما تتغطيش على نفسك عشان هيفضل حتة تفضل هي تنغس عليك وجعك طب تولي إيه بقى للشخصيات اللي هما بنقول عليهم دراما كوين يعني أنا وماها قبل ما أنت تدخلي كنا بنتكلم عن إن في ناس هما بطبيعتهم كده نكاديين كؤبة يعني دول يعملوا إيه وهو مش حس إنه عنده مشكلة يعني هو سعيد بحياته كده وما فيش مشاكل لكن غصب عنه هو مش بياخد باله إنه هو بيطلع ناجاتف 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 للناس اللي حواليه هو خايف من حاجة فبيدافع وده ديفانس عن نفسه بكده لو حد عزيزة علينا نبتدي نعرحه خايف من إيه هو ليه بيعمل كده طب هو إيه اللي بيقلقه هو تصرفي أنا لما أنا بعمل ده هو بيديني ناجاتف ليه لما أنا باتصل بحد مصحابي في التليفون واجي أحكي لها فهي تروح حكيالي هي موجوعة وما صدقت لقيت حد تسمعه اسمعها صاري فبقت تحكي وإنت عايزها إنت تتكلمي بسهي من كتر مهين موجوعة ما صدقت حد أديها فرصتها وأقول لها بكرة ده بتاعي أنا بكرة مش تلاقينا كده يعني إيه بكرة ده بتاعي أنا يعني بكرة أنا هتصل بكي في التليفون وهحكي لك مشكلتي أنا خلاص أكياً هسمعك النهاردة وفتفضي زي ما أنت عايز وبكرة بتاعي هتلاقي أنا كده بكرة هتلاقي أفرش ما أعمل فيك كده هي أنا بتطبق على بكي أنا أعادة بسمع عشان أعمل فيها كده طب إنجي عايزة أسألك على سؤال إيه رأيك في الناس اللي مصدر سعادتها في اللي حواليها هم مش عارفين يساعدوا نفسهم زي ما نقول إيه أنا بكتسب سعادتي من إن أنا أشوفك سعيدة في أم بتشوف ولادها سعدة مهما كان عليها هي سعادتها دايماً معتمدة على أشخاص أخرية ابنها متنكد أو ابنها في حاجة طبعاً كل ده ده بيحصلين إن احنا بنتنكد معاهم بس أنا قصدي لا الصورة الأكبر اللي هو سعادتي لازم يبقى مصدرها حد تاني مش أنا عارفة عمل سعادتي بأداية عشان هي مش عارفة سعادتها فين فبتخدها من الآخرين مش عارفة إيه لي بيساعدها لكن لو هي بتبقى سعيدة بالآخرين برضو هي نقصها حكيت ما هو ليه؟ لما بنعرف اللي نقصنا تبقى سعيدة لما بتعرفي تطلعي أنت سعيدة فين مش هتحتاجي حد يبقى يعني جنبك بس لو هي بيسعيدها ولادها خليها مع ولادها بس تعرف مرة واحدة إيه لي بيساعدها هي هذا مهم قوي نحن نفتكر نفسنا دايما ما يبقاش فرحتنا باللي حوالينا بتنسينا إحنا ممكن نفرح بإيه بالضبط أنت أنا كماها إيه لي بيساعدني إيه لي بيساعدك طريق ساعات الواحد بينسى أو بيتشغل باللي حواليها أو ما بيعرفش أو ما بيعرفش يعرف ما بيعرفش يعرف بالضبط فعلا طب لو مثلا حد ظروفه المادية مش حاجة لطيفة أنت عارفة الاستقرار المادي ده برضو بيخليك أنت أمان وشعادة ما بيديك أمان والأمان ده بيدي شعور أن أنت سعيدة أي حد بيحس بعدهم الأمان طبعا أكيد ما بيبقاش سعيد أو بقى يعني يعني بيحصل له حاجات بيتوتر فبيكتائب ففففا لو حد معهوش فلوس أو إمكانيات دخله قليلة لكن هو طبعا هو باصس ناس بتسافر ناس بتشتري ناس بس هو مش قادر يعمل ده إزاي هو يبقى سعيد مع قلة الفلوس دي يعمل ايه؟ طبعا ممكن أقولك بس بوينت قبل يعمل ايه؟ آه قوي قرار الفلوس ده قرار برضه كلنا نقدر نبقى معنا فلوس كلنا نقدر نبقى أغنية إنجي أنا بتكلم بكتب أنا هقر ده أنا مليونيرة سعيد لما أنا بخش محلي آه وأنا عارفة أن أنا مش قد المحل ده وأنا دخلاه ببقى وجل ورا وجل قدام غيري وأنا عارفة أن أنا معي فلوس حق التيشيرت دي هخش وتفرج وقيس وسبح لكن وأنا معيش فلوس قرني بالمركات العالية قوي وانتي معاك حقها بس مش عايزة تشتريها بتخشي عاملة ازاي؟ مش وثقة في نفسك لما بتقرري أنك تسعدي نفسك معاك فلوس ولا معاكيش فلوس خشي وتمتعي بالمكان وانتي معاكيش فلوس أتفرج وأستمتع و بخلمي بس فيه ناس ما بتعرفش تسعب بدا عشان هي عندها إحساس بعدم الثقة مش عدم الثقة يا إنجي هي بتبقى لأ أنا عايزة جيبه أنا عايزة امتالك ده مش كفاية أن أنا أتفرج عليه فهمها قصدي؟ يعني نيم من أي الأسامي الحاجات اللي هي الشنطة مش عارفة نوعها إيه وبتاع أنا عارفة أن الشنطة دي بـ 25 ألف جنيه أنا مش هتفع معايا بس مش هتفع 25 ألف جنيه في شنطة أنا شايفة كده بصراحة بس فيه واحدة تانية تقولك هموت واجبها مش قادرة مش قادرة ما فكرش فيها أنا عايزة امتالكها يعني فهمها عايزة امتالكها عشان هي فاكرة السعادة فيها فاكرة النهية لما يبقى معاها 25 ألف جنيه وتروح تشتري الشنطة هتحطها في الدولاب هتلبسها لبسة تانية عشرة أو هتمنظر بيها حتى على حد هيشوفها مرة واثنين وبعد كده خلاص تفاكرة مين قالي الكلمة دي من كم يوم كده قالك إيه مش فاكرة حد قالي أنا واحدة يعني قلتني أنا مش مبسوطة أنا حتى يعني جبت شنطة كان نفسي فيها جدا ما بقيتش وتخيالي حطها في الدولاب مش حاسة أن أنا مبسوطة ما بقيتش على فكرة طب ممكن أقول على حاجة وقوليني أنا غلطانة ولا لا تصوري أن أنا حاسة أن كورونا دي عملت فرق في حياتنا في طريقة رؤيتنا اللي حياتنا عاملة إزاي ورؤيتنا للسعادة ورؤيتنا للعمر بيضيع في إيه يعني عارفة خلتنا نغير اللي هو في ثانية العالم كله تقلب ما بقيتش السعادة أن أنا مثلا مدي أصلي هنا البلد مش عارفة إيه فأنا حسافر مش عارفة فيين لا ده العالم كله توقف بقيت حسة أن لا الفلوس لها إيما ولا المش عارفة الخروجات لها إيما ولا الهدوم لها إيما ولا أي حاجة الكورونا جايلنا لكل واحد فينا بالرسالة إحنا واحد طبقات واحدة بلاد واحدة أنواع واحدة ألوان واحدة إحنا بشر بس إله واحد للعالم بس الكورونا جاية بالرسالة كتير جدا أمريكا ما عارفتش تعمل حالك أوروبا مش عارفة تعمل حالك بالضبط إحنا معرفناش نام هالك كلنا واحد بس الكورونا جاية بالرسالة رهيبة بس اللي يتماع عن بقى اللي يتماع عن بس تخاني الكورونا يعني ممكن الناس تقول يعني أن أنا يعني بقول كده أي كلام هي فعلا أنا ما فرقتش معايا قوي يعني قعدتي في البيت بالعكس كنت أسعد بس اللي فرق معايا أن أنا مش قادرة أشوف الناس اللي بحبوهم مش قادرة أسلم على الناس اللي بحبها و إحنا النهاردة كلنا لما تقابلنا عايزين نسلم على بعض ونبوص بعض مش قادرين وقلتلك التلامس ده مهم قوي يا إنجي بجد إنتي لما بتحضوني حد ده بيديله قدر من السعادة صح بالعكس أنا حصل لي حالة من الهدوء حصل لي حالة من أن أنا قادرة عندي سبيس من الوقت أن أنا أتفرج على تليفزيون براحتي الناس مش شغلني أنه لازم أنزل عندي مشاوير ما كلنا قاعدين في البيوت هو سيستم واحد كله قاعد في البيوت فأنا بستمتع بالحاجات أنا استمتعته برضو قوي قاعدت البيت اكتشفت ولادي كلنا كلنا فعلا اكتشفنا ولادنا واكتشفنا أن فيه حاجات في البيت ممكن نعملها تسعيدنا بسرط طيب بما أننا منتكلم عن السعادة معانا تقرير عن ناس دوروا إزاي ممكن يسعيدوا نفسهم تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني حيب عندنا دقيقتين كده نعقب بس على التقرير فاصل ونرجع عمل أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة لمتنا الحلوة النهاردة لما خارجية زهينا بقى من البيوت وقاعدت البيوت قلنا نجتمع النهاردة برا حيقلبنا علماء بجروباتها هي وشريف دهب وكل مجموعة الجروب اللي كله وصفات جميلة جدا للأكل موجودين معاهم إحنا النهاردة في حديقة الأسماك متجمعين كل واحد فيهم جايب طبق جايب صنف وهو عامله بأيديه كل الحاجات دي وغيرها كتير طبعا نتاكل خلاص مش هادر ده نقول حاجة بس كل ده عمال إيديهم والحقيقة حاجة لطيفة جدا ونضيفة جدا ومشرفة جدا إحنا هنا مش بنبيع إحنا هنا بندوق بس أكلها ببعض عشان نتعلم من بعض بناكل بناكل ونتعلم من بعض لبنا مساء الخير بس أنور شرفتين ونورتين أماها ويرانيا وبرحب بكل الناس الحلوة اللي معانا مرسي جدا إن انتم جيتلنا النهاردة إحنا دايما معاكم في أي خطوة بتاخدوها أنا عايزة أتعرف بس النهاردة في السريع كده لصنا في شكلها حقيقة موبيج يعني هو كل ده معمول هالما دي كل ده في حاجات حلوة قوي 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 خلصت فاللي انت شايفات وإزاي تخلصوها قبل ما المحورتين دي إزاي إزاي جالكو قلب إزاي جالكو قلب السماء نزل بقى والجنباري وكده فطبعا أه طبعا دي والحاجات بتخلص فبصي ماشاء الله كل ده عمال إيدينا كلنا يعني حاجات وليلة جدا اللي جاي من بره إنما كلها حاجات إحنا عملينا بإيدينا والله يا شاعدين نشكرهم كلهم الإبنت ده عمره ما كان يحصل غير بوجود الناس الجميلة دي بجد بجد يعني عملي ما كنت تتخيل إنه بقاعد مع ناس كتير معرفهاش بتعرف عليها الأول مرة بالجمال ورقيدة الحقيقة عرفنا على مراتك عشان إحنا كل مرة نتكلم عليها ومنها ما تشوف شير المسك شير المسك شير المسك نجي رانيا رانيا الجارم مرات شريف دائم ربنا ليك فرصة جميلة جدا جدا الحقيقة والبركة في مدام لبنة الحقيقة يعني مجهود جبار وحاجة يعني سوشال إيفنت رائع وأصلا الجروب كله ناس راقية جدا ومحترمة وجميلة وبتدي كرياتيب ايدي لطبيخ فبتعمل بأيدي جميلة فبالتوفيق دايما يا رب إن شاء الله يا شريف الأول لازم تعرفنا إنت إيه حبك في السماء والسيفود أنا بحب أطبخ أساسا يعني بحب الطبيخ وإن أنا أعمل ومش ملتزم بحاجة يعني الراسيفيز أنا اللي باختراحها ما برجعش أبص هي معمولة إزاي في حتة بتخلص الطعم يعني الأول قبل ما تعملها لا ده أضيف عليها كذا هتبقى أحلى حط عليها كذا هتبقى أحلى وتجارب بقى فالنهاردة جربت في كل الناس دي يعني إنت سيفود بس ولا حاجات تانية جمال سيفود سيفود أكتر حاجة أه أكتر حاجة مصرز جنباري طبعا وأنا بنزل راسبيز عجروب كل يوم ثلاث وفص الأسبوع وبحط كل حاجة بعملها لأن بحب إنه الناس تشترك وتقول الله على الحاجة المعمولة ويحسوا بتعمها وطبعا كل المنظر اللي إحنا شايفينه ده لازم يبقى لا أنا مش عاربة هاكل إيه ولا إيه نونة قولنا إنتي بتعملي عملتي إيه النهاردة هحكي لنا نهاردة كنت نازلة بالشوارمة الفراخ وشوارمة لحمة ليه تاست مختلف في الشوارمة ما بمشيش حسب قواعد لأن أنا بحب أطبخ وبحب أأكل كويس قوي فالحاجة مختلفة يعني وبعدين بنزل بفطاير وقبيبة ده اللي نزل النهاردة ده اللي نزل النهاردة بس واضح إن كله تنسف الحمد لله ما فيش حاجة طلح عايزة أقول ماما هنا كل سنة وإنتي طيبة عشان النهاردة عيد ميلاد حضرات كل سنة وإنتي طيبة حبير ده تونة وعمر قال إن هو بيجيب سمكة التونة من أول ما بجيبها لحد ما تعملها كده مش كده يا عمر؟ صحيح بجيب بحر الأحمر أول متوسط وقطعها وعملها ستيمينج ونحط عليها فلايفورز بكلها معي في البيت أنا وإخوتي وقرأي بيدرقتي موضوعها كل مية أورجانيك يعني ولا مزق طبعاً تونة مبتزلها الشيخ السمكة سنة بتبقى ضخمة خالص ممكن توصل لحد أعلى حاجة تسجلت في العالم كان ربعمية وخمسين كم إنت اللي بتستاذها ولا بأحد بيجيبها لي لا أحد بيجيبها لي لأ كنت زمان وبعدين تقطعها وتحط عليها دراسينج وكده بالضبط كده بالضبط بعملها ستيمينج الأول لأن هي بتبقى لو تغلت طبعاً بالمندلس فيها بتقع بتسقط في المياه جوز كبير منها فبعملها ستيمينج وتبقى وتحط عليها فلايفورز وتاكلها على طول بتبقى جاهز على طول الأكل حيلة حيلة هاليا رانيا بتسمحيني أه طبعاً أنا حتة صغمونة كده وم زي عليها هيكري باربيكي سوس باربيكي سوس وطبعاً الريسيبيس بتبقى كلها موجودة على كلها لا لا دي بقى على ذلك المشروع طبعاً ما بنقدرش ناخد ريسيبيس فطبعاً هي الحاجة الوحيدة اللي بنقوله لأ خلاص يعني بس كل شوية بقى بيدوعنا بس امرونا ونبعدك كل حاجة امرونا ونبعدك كل حاجة طبعاً حلو جداً تسلم إيدك تسلم إيدك يا عم مرسي ليكم مرسي رانيا مرسي مرسي عمي انا عايزة برضو أعرفكوا على بنوتة جميلة جداً معانا في الجروب هيليا نور هيليا ماميتها أردنية باباها مصري وكمية الوصفات الجميلة اللي بتديها لنا وصفات الشمية المصرية بقى عيس كريم بالمستيكة شمية صحية كده عيس كريم بالمستيكة وبعين ألازل حاجة فيها كمان إنها بتحضش سكر بتوحطة كل حاجة عزقتي تكلمي بقى انت عارفة حاجة الموضوع حاجة صحية لان السكر ليه موضوع فابدله في أي حاجة في البيت على طول بيعزل كل الوصفات باستخدامها نفس الطريقة انا صام في فين؟ آيس كريم بالمستيكة أكتر حاجة اللي بحبه مستيكة ده قول يعملني الألبان أيوة الألبان الجروب الألبان الآيس كريم مستيكة برضو ينفع بالألبان النباتية وينفع باللبن البقري هتعمليه ازاي؟ بصي حتحطي أربع كبيات لبن لبن باودر بقري براحة لأن أربع كبيات لبن باودر بقري أربع كبيات لبن باودر بقري أو لبن جوز الهند الباودر نحطه مع ست كبيات مية في الخلاط ده كله ميا ساقعة؟ ميا ساقعة ميا ساقعة متلجة؟ مهم يعني برضا ساقعة جدا أو أربع كبيات مية أو كباية ونصف عسل ومستيكة ممكن نحطها في الخلاط وما تتفرم لوحدها أصلا عادي ما متحتاش إنها وهي أحبوب عادي يعني انك انت حضرت بيها في الخلاط ماذا مستيكة؟ المستيكة حاجة عشان ما تمررش أه يعني انت حسب ما تحبي يعني ممكن خمس حبات حلويا أو أربع عين حسب ما تحبي أكثر بس ونقطة فانيلا وتضربيهم وتضربيهم جدا وحتزوج عليهم معلقة سحلب عشان المطة معلقة ومعلقتين بس هتحطيهم في الخلاط يتضربوا وبعدهم تحطيهم في قالب فيو ستريتش أو مثلا في أزازة مية تشيل الراس بتاعها وتعبيها عشان تصير رول معاك تحط شوية تفستق أحلبية وتحطيها وتمليها حتحطيها بفريزة عشان تخليها برضو تموتها أكتر زي بسوق إنت لو عنديك وقت كل ساعة ينطلعي هقلي بيها لما تجبت معاك يدود المكسرات عشان تباي أسبان من بره ما تكونش دخلت في حتة واحدة بس كده هليا إحنا عايزين ندهو يا حبيبتي والله حاضر بعد أذنك يا قلوبنا إحنا عايزين همرة معانا في البرنامج وتعملها قدامنا ممكن آه بس تجيبي لنا معاك يعني لا أكيد هل جيت واحدة معاك وتعملوا واحدة نعملها خلاص نشكركم أعزائي المشاهدين موسيقى إيه الجمال ده موسيقى إيه الجمال ده بسي كل حاجة بحب طلعة عاملة زي يعني دي ناس كل واحد فيهم بيطلق صنف واحد بس بيعمل صنف واحد بس بيعملوا بحب عشان رايح يقابل صحابه وحبيبه على فكرة فيه ناس كان بتتعرف رسا على بعضها يعني مش كلهم عارفين بعض وهم عارفوا بعض عن طريق الجروب على الفيسبوك فقد إيه كان فيه روح جميلة والجدة والحفيد والحفيدة والأبناء وحاجة رائعة رائعة كل حاجة فعلا بتتعامل بحب بتبقى مصدر سعادة بس دي ناس راحة قررت إنها قررت إنهم يبسوا بالظبط زي ما أنت قلت قرار وبعدين شفت يا مهة لما إحنا كنا هناك إن اتبسطنا أول ما جاء التقرير ده نفس فكرة البوكس عملت إزاي أنا وإنتي كلنا عادي مبتسمين مبتسمين فيه بهجة بالظبط فيه بهجة إحنا ممكن فعلا نستدعي السعادة إحنا بنشكر الجروب الجميل وبنشكر اللبن العلمة وبنشكر شريف ده وبنشكر كل المجموعة اللي دايما بتحاول تسعب كل الناس اللي معاها بحقيقة إنجي أكيد لكي كلمة أخيرة تنصحينها بيها كده إزاي ممكن نوصل السعادة في حاجة بسيطة كده ندور على بيسعدنا في حاجات صغيرة زي ما أنا قلتلك الشاي بلبن أنا بحب أنام الصبح أثبت المنبه قبل ما أصحب نص ساعة واتقلب كده واخد المخدة في حدني واستمتع بالنوم بس أثبت المنبه مرتين عشو هتروحش عليها نومة الشاي بلبن أشكر نفسي لما أطبخ طبخة حلوة ولاقيها حلوة مش يووو طبخة تلكو أبسط نفسي ألبس حاجة حلوة لما لاقي نفسي خسيت أكافئ نفسي لما لاقي نفسي لقيت واحدة صحبتي زيكم كده أمين علي أشكرها أن هي أمين علي أشكرني أتبسط أن أنا لقيت حد في الدنياتي حلو أدور على السعادة ده حقيقي ده حقيقي هندور على السعادة أحنا مبسوطين أحنا مبسوطين ونلاقي الطب طب هنلاقي الطب طب بزفت ينجي بنشكرك جدا بجد وحتبقي معانا إن شاء الله في مرات ومرات عشان فيه مواضيع كتير محتاجين أن احنا نعرفها من لايف كوتش هادية ولطيفة زيك عشان فعلا إحنا محتاجين حتى نتكلم بالهدوء اللي أنت بتتكلمي بي بص أنا شعنونا زي وبص أنت هادية وعقلة ورجزة زي فحقطبس منك الطريقة دي مكنتش كده على بك حكلة أتكلم كده مرسي يا رانيا مرسي يا أمه أعزائي المشاهدين منشكركم جدا على حلقة النهاردة واستنونا بكرة إن شاء الله الساعة ستة وموضوع جديد أكيد هندور على موضوع يهمك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة